موسيقى بشهد الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم نشرة الاخبار من قناة عدن الفضائية نبدأها بالعناوين موسيقى رئيس الجمهورية يهنئ نظيره التركي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية موسيقى نائب رئيس الجمهورية يطلع على جهود البناء والتنمية في محافظة الجوف ويطلع على اوضاع المنطقة العسكرية الثالثة موسيقى قوات الجيش الوطني تتقدم باتجاه قلب مدينة الحديدة وتواصل تأمين المواقع المحررة في رازح بصعدة موسيقى اهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظيره التركي رقب طيب اردوغان انه فيها بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده وقال رئيس الجمهورية في البرقية يطيب لي ان ابعث الى فخامتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم امس والانتقال من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي والتي شكلت منعطفا هاما في تاريخ الجمهورية التركية وفوز تحالف الشعب في الانتخابات البرلمانية العامة واضاف فخامته ان فوزكم لا دليل واضح وجلي على الثقة الكبيرة والدعم الذين منحهما الشعب التركي لقيادتكم الحكيمة ونضوج العملية الديمقراطية التي تشهدها تركيا ولما تحقق من تطور وازدهار ينعم به الشعب التركي الشقيق وعبر رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره للمواقف التركية الثابتة والمساندة للحكومة الشرعية ورفض انقلاب ميليشيات الحوثية المسلحة على الاجماع الوطني وشرعية الدستورية مجددا شكره للجمهورية التركية الشقيقة على الدعم والتضامن مع الشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية واكد فخامة الرئيس على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والحرص الدائم على تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين متطلعا إلى استمرار الدعم التركي المساند للشعب اليمني ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والسعادة والتوفيق ولعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين مزيدا من الرقي والازدهار بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى العميد محمد الصباري نائب مدير دائرة الدراسات الدفاعية في وفاة والدته سائلنا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكن فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه محافظ محافظة الجوف اللواء أمين علي العكيمي على جهود السلطة المحلية في البناء والتنمية في مناطق المحافظة المحررة ونقل نائب الرئيس للمحافظة ولأبناء الجوف تحيات فخامة الرئيس عبد الرب منصرهادي رئيس الجمهورية مشيدا بالجهود المبذولة في استئناف عمل المؤسسات الحكومية وتلبية متطلبات المواطنين كما اطلع نائب الرئيس على الجهود المبذولة في استكمال تحرير المحافظة وأوضع الوحدات العسكرية والمرابطين في جبهات القتال مشيدا بالبطولات التي يحقيقها أبطال الجيش والانتصارات التي يحرزونها بدعم أخوي من أشقائنا في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من جانبه عبر محافظ المحافظة عن تقديره لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية مروها إلى النجاحات التي تحققت في المحافظة على صعيد توفير الخدمات وتهيئة أجهزة الشرطة والأمن علاوة على تنفيذ الخطط العسكرية لاستكمال التحرير وتأمين المحافظة من خطر ميليشيات الحوثي الإرهابية اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الرقن علي محسن صالح خلال لقائه بقيادة المنطقة العسكرية الثالثة وقادة الوحدات المرابطة فيها على الأوضاع الميدانية والعسكرية والحلول المناسبة لمشاكلها وأحوال المقاتلين الأبطال حضر الاجتماع المفتش العام للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الرقن عادل القوميري ورئيس هيئة الإسناد والدعم اللوغستي اللواء الرقن أحمد الولي ومدير دائرة العمليات الحربية اللواء الرقن خالد الأشول وقائد قوات التحالف في مأرب العميد علي ساير العنزي وناقش الاجتماع المستجدات الميدانية وخطوط المواجهة مع ميليشيات الحوثي وما يسطره أبطال الجيش من ملاحمة قتالية ونقل نائب الرئيس تحيات فخامة المشير الرقن عبدرب منصرهادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتحيات قادة قوات التحالف منوها إلى الانتصارات التي تحريزها الشرعية في مختلف الجبهات بفضل صمود وإصرار المقاتلين الأبطال ودعم ومساندة الأشقاء في التحالف وشدد نائب الرئيس على مضاعفة الجهود في الاعداد والترتيب والجاهزية القتالية والتحل بالصبر والحكمة والتضحية في سبيل تحرير اليمن وإنقاذه من الوضع الذي تسببت به ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وأكد نائب الرئيس بأن المسئولية اليوم تقتضي من الجميع العزيمة والإصرار والثبات لأداء الواجب الوطني المنوط بأبناء الشعب اليمني مشيدا بدعم دول التحالف وفي مقدمتها السعودية والإمارات والتضحيات التي بذلها أبطال الجيش مع إخوانهم من قوات التحالف في شتى الجبهات من جانبهم أطلع القادة نائب الرئيس على الأوضاع القتالية على امتداد خطوط المواجهة التي تنتشر فيها وحدات المنطقة ومستوى جاهزية الألوية وأحوال المقاتلين الأبطال مشيرين إلى المعنويات القتالية العالية للأبطال وما يتحلون به من عزيمة وجاهزية مستمرة لتنفيذ المهام المطلوبة وردع الميليشيات الحوثية المتمردة استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في قصر المعاشيق بالعاصمة المواقة عدن وكيلة أمين عام الأمم المتحدة الرئيس التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونسيف هريتا فورر والوفد المرافق لها الذي يزور بلادنا حاليا لتقديم المساعدة وتفقد المشاريع التي تقوم بها المنظمة في مختلف المحافظات ورحب رئيس الوزراء بوكيلة أمين عام الأمم المتحدة والوفد المرافق لها متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهمتها وأشهد الدكتور بن دغر بالدعم الذي تقدمه منظمة اليونسيف في مجالات الصحة والتعليم والنظافة والعمل الإنساني والإغاثي وتقديم الرعاية للأطفال مطالبا بمزيد من الدعم لكافة المناطق التي تحتاج للدعم بسبب حالة الحرب الهمجية الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثي المتمردة على شعبنا وانقلابها على السلطة الشرعية وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قدمت التسهيلات والدعم لكافة المنظمات الدولية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع محافظات الجمهورية دون استثناء لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية عاقت وصولها وقامت بمصادرة كثير منها وتحويلها لصالح مجهودها الحربي وجدد رئيس الوزراء دعوته لمنظمة اليونسيف بتوسيع أنشطة ومكاتب المنظمات في العاصمة المؤقتة عدن وعواصم الأقاليم وإنهاء المركزية واعتماد مبدأ لا مركزية في المساعدات الإنسانية لضمان وصولها لجميع المحتاجين في مختلف المحافظات وقال الدكتور بن دغر أن نهاية المعاناة الحقيقية في بلادنا لن تأتي إلا بتحقيق السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه شعبنا اليمني وذلك من خلال الالتزام التام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخالجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي إثنين وعشرين ستة عشر وأضاف رئيس الوزراء أن الميليشيات الحوثية رفضت كل مبادرات السلام ومستمر في حربها الدامية على أبناء شعبنا اليمني الذي يرفض مشروعها الطائفية العنصرية السلالية المدعوم من إيران دعينا المنظمات الدولية إلى مضاعفة مساعداتها الإغاثية والطبية إلى أبناء محافظات الحديدة وتعز والبيضاء وباقي المحافظات التي تشهد صراعات ونسبة الأضرار فيها مرتفعة وأكد حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية والحكومة لإيصال المساعدات إلى المحتاجين في كل منطقة في أرض الوطن وبما فيها المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات لافتاً إلا أن الحوثيين رفضوا توريد الإيرادات إلى البنك المركزي وفروعه لكي تقوم الحكومة بواجبها الوطني بتسليم المرتبات وواصلوا نهب الإيرادات المركزية كما نهبوا الاحتياط النقدية الأجنبي والمقدر بـ 2.5 مليار دولار أمريكي وأشهد رئيس الوزراء بالدعم السخية الذي تقدمه المملكة العربية السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده عبر مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وكافة المنظمات الدولية التي أسهمت في تخفيف معاناة شعبنا اليمني من جانبها أكدت أشادت وكيلة أمين عام الأمم المتحدة الرئيس التنفيذية لمنظمة اليونسيف بالدعم والتسهيلات التي حظيت بها المنظمة معربة عن ساعدتها بزيارة اليمن وسرورها باللقاءات المثمرة التي جمعتها مع عدد من الوزراء التي من شأنها تعزيز العلاقة بين الحكومة والمنظمة مشيرة إلى وصول المساعدات الطبية والإغاثية واللقاحات الخاصة بالأطفال إلى محافظة الحديدة وأن هناك عددا من المشاريع التي ستعمل المنظمة على تنفيذها وخاصة في قطاع التعليم والصحة ودعم الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وأكدت هاريتا على رفع مستوى العمل في العاصمة المواقة عدن إلى أقصى حد وأن لديهم عددا من المبادرات التي تساعد في عملية بناء البناء ومبادرة في التربية والتعليم تقوي مهارات الطلاب هذا وقد استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من مديرة مكتب اليونسيف في عدن عن أهم المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال عام 2017 وبداية عام 2018 في عدد من القطاعات والخطط المستقبلية لعملها حضر اللقاء وزراء المياه والبيئة الدكتور عزي شريم والإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للغاثة عبد الرقيب فتح وصحة العامة والسكان ناصر باعوم وشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر ووكيل أول المحافظة وليد القديمي الأوضاع الأمنية والعسكرية والخدمية في المحافظة وخاصة المديريات التي تم تحريرها من الميليشيات الحوثية واحتياجات المحافظة من مشاريع خدمية خلال الفترة القادمة استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من محافظ المحافظة عن الأضرار التي تعرضت لها المحافظة من قبل الميليشيات الحوثية والتدمير الذي انتهجته في التدمير وحرمان أبناء المحافظة من أبسط حقوقهم أكد رئيس الوزراء أن محافظة الحديدة وإقليمة هامة أمام عهد ومستقبل جديد بعد تخلص من ميليشيات الحوثي الكهنوتية البغيضة مشيرا إلى أن تحرير محافظة الحديدة وكل الأراضي اليمنية من مشروعهم الطائفية المدعوم من إيران سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الحديث القائم على العدل والمساواة والضامن للتقاسم العادل في الثروة والسلطة وذلك بتأسيس الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني وشدد الدكتور بن دغر على ضرورة إيجاد أماكن إيواء لاستقبال النازحين مجهزة بكافة الخدمات موجها بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بصرف مرتبات الموظفين في المديريات المحررة لمحافظة الحديدة وكذلك النازحين منهم من جانبه عبر محافظ الحديدة عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء على دعمهما ومساندتهما لأبناء المحافظة الذين يتمسكون بمشروع الدولة الاتحادية وإقليم اتهامه كمشروع وطني جامع ينهي معاناة كافة بناء الوطن التي امتدت حقبة من الزمن وذاق خلالها التهميش والإقصاء شارك وزير الخارجية خالد حسين اليمان في حفل إطلاق المشروع السعودي لنزع الألغام في بلادنا مسام الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة السعودية الرياض ويستهدف المشروع الذي يستمر لمدة عام وينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة وبدعم وتمويل من الحكومة السعودية إلى نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مختلف محافظات الجمهورية وقال وزير الخارجية لقد تسبب الانقلابيون الحوثيون من خلال الحرب التي أشعلوها ونتيجة نهبهم لموارد الدولة في المناطق التي يسيطرون عليها بكارثة إنسانية كبيرة السيدات والسادة لقد تسبب الانقلابيون الحوثيون من خلال الحرب التي أشعلوها ونتيجة نهبهم لموارد الدولة في المناطق التي يسيطرون عليها في كارثة إنسانية كبيرة وهم يصعون من وراء ترد الوضع الإنساني لتحقيق مآرب سياسية وحجد الرأي العام العالمي ضد التحالف والحكومة الشرعية بهدف تثبيت الإنقلاب وفرض الأمر الواقع ولتحقيق ذلك أمعنى الإنقلابيون بالتنكيل بالشعب اليمني لخلق معاناة حقيقية وكارثة إنسانية من خلال الاستيلاء على موارد الدولة وعائدات الضرائب وحرمان موظفية الدولة من المرتبات وإنشاء مؤسسات اقتصادية موازية لنهب مقدرات البلد وفرض جبايات غير قانونية من خلال إنشاء مراكز جمركية إضافية غير مشروعة في مداخل المدن الرئيسية وخلق سوق سوداء للوقود لمضاعفة معاناة المواطنين والاستمرار في تدمير النظام الصحي والنظام التعليمي وعرقلت رسول المساعدات الإنسانية لمستحقيها المشرف العام على مركز الملك سلماني لغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيع أن دعم الشعب اليمني في مقدمة أولويات المملكة عبر عقود من الزمن التي تأتي تأكيدا على روابط الجوار والدين واللغة والعلاقات الاجتماعية والأسرية بين الشعبين السعودي واليمني مشيرا إلى أن المركز قم بدور كبير لمساعدة الأشقاء في اليمن الذي تمثل في تقديم مائتين واثنين وستين مشروعا تعدت كلفتها الإجمالية مليار وستمائة مليون دولار أمريكي توزعت على مشاريع الأمن الغذائي والصحي والإيوائي والدعم المجتمعي وبحسب تقارير صدرت عن الحكومة اليمنية منذ شهر ديسمبر 2014 وحتى شهر ديسمبر 2016 ميلادي فقد تم تسجيل مجموعه 1539 قتيلا وإصابات جراء ما تم زراعته من الغام وتضرر أكثر من 3000 من المدنيين والنساء والأطفال تسببت بإعاقات دائمة وكلية لأكثر من 900 شخص وكذلك تم تسجيل أكثر من 615 قتيل منهم 101 من الأطفال و26 من النساء فيما بلغت الإصابات 924 إصابة بينهم 10 أطفال و36 إمرأة بينما ما تم تسجيله بمحافظة تعز لوحدها 274 بتر للأطراف وإعاقات دائمة منهم 18 حالة لفقدان البصر أكد الدكتور القاضي علي ناصر رئيس مجلس القضاء العلى أن القضاء في بلادنا شهد طفرة وتطورا كبيرا وأنه عانى لفترة طويلة إلا أن تلك المعاناة جعلته أكثر قوة وقدرة على تقديم أفضل ما لديه وقال الدكتور علي ناصر رئيس مجلس القضاء العلى خلال لقائه القائم بأعمال المحافظة الوكيل الأول للمحافظة أحمد سالم ربيع علي ووكلاء المحافظة وعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة أن من حاق كل مواطن اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقه المشروعة وإن كان الخصم هي السلطة المحلية أو مؤسساتها ودع الدكتور علي ناصر قادة المحافظة برفع مقترحة لمجلس الوزراء لاعتماد بند طوارئ يكون من شأنه مواجهة كل الطوارئ التي قد تواجه أداء موازنات المحافظة ويكون من ضمن تلك المواجهات الحكام التي تصدر ويجب تنفيذها من قبل السلطة وخاصة منها التعويضات المالية من جانبها أكد القائم بأعمال المحافظة أحمد سالم ربيع علي خلال اللقاء أن أعضاء السلطة المحلية من خلال الاجتماع خرجوا بالكثير من الفوائد التي من شأنها أن ترسخ لعمل مؤسسي بعيدا عن القلق من تلك القضايا الجائرة التي يتشدق بها البعض من خلالها بخيوط وهمية يحاولون من خلالها من خلال تلك القضايا النيل من الدولة ولو بمكاسب مالية والدولة ومؤسساتها براء من ما يدعون ودعا سالمين الشؤون القانونية إلى رفع تقرير بكل القضايا المطروحة وكذا رفع التصور بعداد بند للطوارئ يضم للموازنة العامة لكل المكاتب التنفيذية لمواجهة أي طارئ قد يواجه تلك المكاتب ولمواجهة تنفيذ الجانب المالي من تلك الحكام حال صدورها ترأس وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسع لمناقشة الوضع الإغاثي والإنساني في محافظات تعز والحديدة والبيضاء ومتطلبات المحافظات الإغاثية وتفعيل دور برنامج الأغذية العالمي في المحافظات وأكد فتح في الاجتماع الذي ضم محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر ومحافظة تعز الدكتور أمين محمود ومحافظة البيضاء ناصر السوادي وممثل برنامج الأغذية العالمي محمد علي ونائب الممثل الدكتور جمال المجالي بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة الدكتور ابتهاج الكمال حرص واهتمام اللجنة العليا للإغاثة على إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كافة المحافظات دون استثناء مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بالتنسيق مع كافة المانحين لتكثيف المساعدات الإغاثية الشاملة في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا في هذه المرحلة إضافة للتنسيق معهم في تقديم دعم مشاريع سبل العيش ومشاريع كثيفة العمالة على المدى القصير والمتوسط والتي تسهم في تعزيز الاستقرار وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة على أهمية الدور الاجتماعي في المحافظات وأهمية دعم الأسر المنتجة وتشجيعها على الاستمرار في العمل وتفعيل دور صناديق الرعاية الاجتماعية وصناديق رعاية وإعادة تأهيل المعاقين في المحافظات لما لها من أهمية في مواجهة آثار الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين وفروع الوزارة في المحافظات من جانبه أكد ومثل برنامج الأغذية العالمي استمرار التنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة في المشاريع والبرامج التي ينفذها في اليمن واستعداده الكامل تفعيل العمل الإغاثي في كل المحافظات ومعالجات أي إشكالات طارئة قد تعوق عمل البرامج في اليمن أفدت مصادر محلية بأن الوية العمالقة تقترب من وسط مدينة الحديدة في أكبر هجوم منذ بدء انطلاق عملية التحرير وقالت المصادر إن معارك ضارية دارت قرب جامعة الحديدة على بعد نحو ثلاثة كيلومترات غربي ووسط المدينة على الطريق الساحلية الذي يربط المطار بالميناء وبحسب المصادر فقد نشرت ميليشيات الحوثي قوات إضافية من ميليشياتها في المدينة مشيرة إلى أن الميليشيات تواصلوا استحداث السواتر الترابية في شارع الربصة بالقرب من جامعة الحديدة إضافة إلى وضع حاويات وأكدت أن الشارع قد تم إغلاقه أمام حركة السيارات وأصبحت الحركة فيه مشلولة بالكامل في الساحل الغربي حصدت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بطريقة عشوائية ومموهة في قرى ومزار اعتهامة أرواحها اثنى عشر مدنيا خلال اليومين الماضيين وبحسب مصادر محلية فإن ألغام الحوثيين حصدت أربعة مدنيين من سكان قرية الدنين بمدرية التحيطة جراء انفجار لغم أرضي بحافلة ركاب صغيرة كمنفجر لغم بدراجة نارية في قرية المشارفة وأودى بحياة ثلاثة أشخاص آخرين وقتل ثلاثة آخرون كانوا على متن دراجة نارية بانفجار لغم حوثي في طريق فرعية متجهين إلى الجراح جنوب الحديدة بينما انفجر لغم آخر باثنين أثناء محاولاتهما إبطال مفعوله بعد أن كان نزع لغمين آخرين من مزرعتهما وحولت ميليشيات الحوثية الساحل الغربي إلى حقل ألغام كبير وعشوائي في محاولة لوقف تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة وصلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي عملية تأمين المواقع التي حررتها يوم أمس في مديرية رازح غربي محافظة صعدة ونزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثية الانقلابية قبل دحرها وهزيمتها وفي تصريح للمركز العلامي للقوات المسلحة أكد قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي أن قوات الجيش تواصل تمشيط وملاحقة جيوب الميليشيات الحوثية في جبال طويلق والفخيضة وقرية المسيلة بمديرية رازح كما تعمل على تأمين الخط الدولي رازح السعودية ولفت العميد العجابي إلى أن الميليشيات الحوثية خلفت مئة الألغام والعبوات متعددة الأنواع والأهداف فيما تعمل الفرق الفنية التابعة للقوات لقوات الجيش على تطهيرها قبل استناف القوات تقدمها في المنطقة أعلنت قوات الجيش الوطني القبض على قيادي بارز في ميليشيات الحوثية المتمردة ومعه سبع خبراء من ميليشيات حزب الله اللبناني في مديرية الملاحيظ غربي جنوب محافظة صعدة وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش نفذت عملية نوعية تمكنت خلالها من أسر القيادي الذي لم يذكر اسمه في الميليشيات مع سبعة خبراء عسكريين من ميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي خلال معارك عنيفة في جبهة الملاحيظ ضمن عملية قطع رأس الأفعى وأشر اللواء السدعي إلى أن معارك مستمرة منذ أسبوع في جبل الروقي والمناطق المحيطة بها في جبهة الملاحيظ خلفت نحو مائتين وعشرين قتيل من عناصر الميليشيات لافتان إلى أن الجيش اضطر إلى دفن جثث قتل الميليشيات بعد فرار من تبقى من عناصرها ووضح أن قوات الجيش تمكنت من تحرير قمة جبل حرم في المديرية ذاتها وأنها تسيطر ناريا على عدد كبير من المواقع المحيطة بها لافتان إلى أن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش خلال تلك العمليات وقصفت مواقع ميليشيات الإرهاب تمكن مقاتل واللواء الثاني مشاه حزم من سيطرة على عدد من القرى والمواقع الاستراتيجية في الشريجة التابعة لمديرية الراهدة جنوب تعز وقالت مصادر عسكرية أن أبطال اللواء الثاني مشاه حزم سيطروا على عدد من القرى والجبال الاستراتيجية في الشريجة التابعة لمديرية الراهدة وأن القرى التي تم تحريرها هي قرية وادي ركب ركب الدبة وقرية الساحة الخضراء وقرية السلام وقرية العثامين وجبل الأبيض وجبل الموحلي وموقع مزارع الدواجن واتباب أخرى قريبة من جبل الكدحة الاستراتيجي وأن الهجوم خلف عشرات القتلى والجرحة في صفوف ميليشيات الحوثي وتكبدت الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد إلى ذلك تقوم الفرق الهندسية بدورها في تمشيط القرى والجبال التي تم تحريرها من أجل نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات قبل هروبها ويخوض اللواء الثاني مشاحز معارك ضارية كان قد بدأها قبل بضعة أيام تهدف إلى تحرير الشريجة بالكامل أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوية السعودي اعترضت صاروخين باليستيين أطلقتهم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه أراضي المملكة وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الداعم لشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف اطلق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من مدينة الصعدة باتجاه أراضي المملكة وقال العقيد المالكي إن الصاروخين كانوا باتجاه مدينة الرياض بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض الصاروخين وتدميرهما ونتج عن ذلك تناثر شضايا الصاروخين على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أي إصابات ولله الحمد نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمند وتنفيه جنيف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في اليمن في ظل سيطرة ميليشيات الحوثية على البلاد وفي الندوة التي عقدت على هامش الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان استعرض يوسف أبو راس عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تقرير حالة حقوق الإنسان في اليمن والتي قال إن البلاد لها سجل سيء فيما يخص حقوق الإنسان منذ عهد النظام السابق مشيرا إلى أن تحالف رصد يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وإصدار تقرير بشكل سنوي عن حالة حقوق الإنسان وعدد من التقارير النوعية وأضاف يتم توثيق تلك الانتهاكات عبر المقابلات مع الضحايا أو أقربائهم والشهود ونقلا عن سجل التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تحالف رصد والذي رصد عددا عدد ستمائة وتسعة وثلاثين حالة قتل وسبعمائة وأربع وأربع حالات إصابة بين أوساط المدنيين والعسكريين جراء انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحثي في مناطق متفرقة من اليمن وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2018 وبلغ عدد ضحايا الألغام من المدنيين خلال الفترة المحددة خمسمائة وأربعين قتيلا بينهم خمسة وتسعون طفلا وتسعة وثلاثون امرأة إضافة إلى أربعمائة وستة وستين مصابا بينهم مائة واربعة وعشرون طفلا وثلاث وثلاثون امرأة في حين لم يتجاوز عدد الضحايا العسكريين مائة وأربعة قتل بينهم طفلين مجندين ومائتان وأربعة وأربعين جريحا تفقد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية ومعه مدير عام مديرية عسيلان بمحافظة الشبوة علي أحمد الحجري مستشفى عسيلان الرفي طفى خلالهما بأقسام المستشفى وطلع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها للمواطنين وخلال الزيارة استمع الوزير من إدارة المستشفى ورئيس مجلس الأمناء صالح سالم حقاش إلى شرح مفصل حول مجمل الأنشطة الطبية والخدمات التي يقدمها المستشفى في ظل الإمكانيات الفنية والمالية المتاحلة كما تفقد الوزير عطية سير الأعمال الإنشائية والتوسع الجاري حاليا لبناء عيادات خارجية إضافية للمستشفى التي يتم تشييدها وبناءها من قبل عدد من فعالية الخير وتنفيذ وإشراف مباشر من مجلس أمناء المستشفى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 25 مليون ريال كمرحلة أولى وأشهد الوزير عطية بالدور الكبير والخدمات المتميزة التي يطلع بها المستشفى عسيلان في الجانب الطبي والإسعافي للجرحة خلال معارك تحرير مديريتي بيحان وعسيلان التي خاضها أبطال الجيش الوطني والمقاومة ضد الميليشيات الحوثية على مدى ثلاث سنوات كما قام وزير الأوقاف والإرشاد بزيارتين لمبنى المجمع الإداري والحكومي ومبنى قيادة الشرطة بالمديرية استمع من مدير عام المديرية على العليل الحجري ونأب مدير الشرطة عبد الرحمن طلان إلى أهم المتطلبات والاحتياجات الضرورية لعمل الجهاز الإداري والجهاز الشرطوي في المديرية فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والفنية والخدمية وغيرها من الجوانب العملية الأخرى تفقد القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي محطة تجميع مياه الشرب بالبرزخ بمديرية خور مكسر وخلال الزيارة التي رفقه فيها الدكتور رشاد شايع وكيل المحافظة استمع القائم بأعمال المحافظ سالمين من خلال المهندس فتح السقاف نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه وصرف الصحي إلى شرحا مفصل عن المستويات التي وصلت إليها المياه في الخزان خاصة بعد سلسلة الإصلاحات التي مرت بها أنابب المياه التي تغذي ذلك الخزان من الآبار وأشار المهندس السقاف إلى أن جهود العاملين في المؤسسة ومتابعة قيادة السلطة المحلية ومثلة من القائم بأعمال المحافظ سالمين والوكيل المختص الدكتور شايع أثمرات وبشكل يبعثوا على الراحة وقال إن أنا لعدن أن تشهد استقرارا في جانب تموين المديريات بمياه الشرب وطلع سالمين خلال الزيارة لمواقع عديدة بالبرزخ على خزان المياه والأنابيب التي تغذيه وكذا الآبار التي سيجري لها أعمال تطوير ترأس محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله التركي اجتماعا موسعا لمدراء المالية والضرائب وعدد من مدراء الإدارات الإيرادية بالمحافظة بهدف تحديد مكامن ضعف الإيراد والسعي لتحسين الموارد ورفع مستويات التحصيل في مختلف مديريات المحافظة وفي الاجتماع عبر المحافظة عن شكره للاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمحافظة لحج ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدالرب منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي كان أخيره تقديم مليار وستة مليون ريال يمني لدعم المحافظة في تنفيذ عدد من المشاريع الأساسية وأشار أن التقارير الخاصة بإيرادات الأوعية الإيرادية في مختلف المديريات تظهر أن هناك تحسنا ملموسا في مستوى التحصيل وهي نتيجة نشيد بالقائمين على الإيرادات ونشد على أيديهم بدل المزيد من الجهد لتحقيق نسبة أفضل من ما هي عليه اليوم وخرج الاجتماع بعدد من القرارات أهمها تشكيل لجنة إشرافية لمتابعة وتقييم الإيرادات وتقديم مقترحات للمكتب التنفيذي بشأن الربط للوعاء الضريبي وكذا اعتماد 2 مليون ريال يمني لعادة تأثيث مكتب الضراء برئاسة الأمين العام عوض الصلاحي حضر الاجتماع الموسع كل من وكيل وزارة الزراعي لقطاع الإنتاج للمهندس عبد الملك ناجي عبيد ومدير عام مدرية توبن الأخ محسن جعفر السقافة عقد محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبد الله تركي اجتماعا بمعية وكيل وزارة الزراعة لقطاع الإنتاج للمهندس عبد الملك ناجي عبيد للوقوف أمام الأضرار التي حدثت لسكان جراء السيولة الموسمية بمدرية توبن وفي الاجتماع قدم وكيل وزارة الزراعة مدير عام مكتب الزراعة المهندس سعيد الحالمي شرحا مفصلا عن الأضرار التي تعرضت لها مديريات المحافظة جراء السيول والإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية حماية للسكان والمساكن وخلال الاجتماع كلف المحافظ مكتب الزراعة تقديم تقرير مفصل عن الأضرار في المساكن خلال مدة أقصاها يومين وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لتقديم الدعم والتعويض للمتضررين كما وجه المحافظ مكتب الزراعة إلى إعادة تفعيل العمل للآليات الزراعية وتقديم الحلول الطارئة مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة طوارئ بالمحافظة وقدمت الخدمات السريعة للمواطنين في مديرية توبن ورفع الضرر عن السكان كما وجه المحافظ مدراء عموم المديريات والأجهزة الأمنية الإشراف على توزيع المياه حتى تصل إلى الأراضي التي كانت محرومة من المياه لعشرات السنين بسبب عشوائية عملية الرئي التي يستفيد حتى يستفيد جميع المزارعين في المحافظة عقد اجتماع موسع لمديريات أحور والمحفد ومودية والوضيع وسباح برئاسة محافظ أبيان اليوار ركن أبو بكر حسين سالم وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد ومشاركة مدراء عموم الأمن والتربية والصحة والزراع ومياه الريف والكهرباء ونقش الاجتماع عددا من القضايا الهامة المرتبطة بسير العملية التنموية والمصاعب التي تواجهها المديريات وفي الاجتماع وجه المحافظ مدراء عموم المديريات تقديم الاحتياجات من المشاريع ورفع تقارير عن المشاريع المنفذة والمتعثرة ولفت المحافظ إلى همية مضاعفة الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات في تلك المديريات وكلف المحافظ مدراء عموم الوزارات والمؤسسات بالنزول إلى المديريات لرفع تقارير من واقع احتياجاتها واستكمال ما لم يتم تنفيذه وفي هذا الصدد وجه المحافظ باستكمال مشروع مياه المحفد من قبل هيئة مياه الريف وتوقيع اتفاقية بين السلطة المحلية بالمحافظة ومقاول ربط خط الكهرباء لاستكمال المشروع وتم توجيه بإدخال مستشفى أحوار ضمن الموازنة العامة للدولة نظرا لوجوده في خط حيوي دولي وجه المحافظ بتوفير الطاقة الشمسية لعدد من المشاريع المياه مياه الريف وإكد الاجتماع على أهمية العمل الفاعل لعدد من مشاريع المياه المرتبطة بالصندوق الاجتماعي للتنمية وأبرزها مشروع مياه الصرة الوضيع واستكمال النواقص في هذا المشروع قام محافظ محافظة يبيان اللوار ركن أبو بكر حسين سالم اليوم بزيارة لثنوية الدرجاج والتي كثيرا من مبانيها آيلة للسقوط وخلال الزيارة للثنوية التقى إدارة المدرسة وأكد أن الهلال الأحمر الإماراتي سيقوم بإعادة تأهيلها وتأثيثها معبرا عن تقديره الكبير للدور التنموي الكبير للهلال الأحمر الإماراتي الذي يقدم كل العون والرعاية للقطاع التربوي والتعاليمي في محافظة أبيان ترأس محافظ محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللوار ركن فرج سالمين البحسن الاجتماع الدوري الثالث للمكتب التنفيذي بالمحافظة والذي خصص لاستعراض ومناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمصايد السماكية في البحر العربي للعام الفين وسبعة عشر وتقرير عن نشاط اللجنة الوطنية للمرأة للعام الفين وسبعة عشر وتقرير آخر عن نشاط المنظمات العربية والأجنبية غير الحكومية العاملة في ساحل حضر موت للعام الفين وسبعة عشر إلى جانب استعراض عدد من المستجدات لا سيما في ملفي الخدمات ومعالجة أثار الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة مؤخرا وفي الاجتماع استعرض محافظ حضر موت نتائج لقائه برئيس الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن واطلاعه على الكثير من الصعوبات التي تواجه المحافظة في العديد من الملفات وعلى رأسها ملف الخدمات والأثار التي خلفتها الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها المحافظة خلال الفترة الماضية كما تناول التقرير كذلك عمل إدارة الرقابة والتفتيش البحري التي تقوم بمهمة الإشراف والتنظيم والمتابعة لجميع أنشطة الصيد التقليدي والساحلي والتجاري الإشراف على معدات ومواصفات القوارب والوسائل وطرق الاستياد وحماية الأحياء المائية ووضح التقرير بأن إجمالية الكميات المستادة من الأسماك والأحياء البحرية المختلفة بواسطة القوارب بلغت حوالي 464 طن بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 184 ألف وتسعمية وسبعة عشر دولارا ناقش نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد الربو المحولي في العاصمة المائقة عدن مع عميد كلية المجتمع في سقطرة عمل الكلية والجهود المبدولة في تأسيس الكلية والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية وفي اللقاء كدى نائب وزير الوزير على أهمية مواصلة العملية التعليمية في الكلية ضمن المعايير المطلوبة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمل التعليمي في الكلية مشيدا بالجهود المبدولة من قبل الكادر التعليمي بالكلية في تنفيذ أنشطة وبرامج تطويرية تساهم في رفض سوق العمل بالكوادر المؤهلة في مختلف المجالات والتخصصات الفنية والمهنية حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة أحمد كليب دشن الأمين العام للمجلس المحلي بأبيان مهدي محمد الحامد بمدرية خنفر ومعه مدير عام التخطيط والتعاون الدولي وضاح حماس التوزيع النقدي متعدد الأغراض وغير المشروط ضمن مشروع معالجة الأزمة الغذائية في اليمن في إطار مشاريع الأمن الغذائي الذي تنفذه منظمة العمل لمكافحة الجوع بتمويل من الالتحاد الأوروبي وأشاد الأمين العام بكل الدعم من قبل منظمة الجوع الذي سيكون له الأثر الطيب والإيجابي على حياة الكثير من الفقراء والمحتاجين الجدير ذكره أن إجمالية المستهدفين تسعمية وستين أسرة في مديريتي خنفر وسرار من الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود والعجزة والمرضى بواقع 52 ألف ريال لكل أسرة لمدة تسعة أشهر ناقش وكيل محافظة عدن نصر شاذلي بالغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة الموقعة عدن دور القطاع الخاص في دعم الأنشطة التوعوية الهادفة خدمة المجتمع المحلي وتطرق وكيل المحافظة خلال اجتماعه الذي ضم أعضاء الغرفة التجارية والصناعية بعدا ومندوبية الدفاع المدني إمكانية إشراك القطاع الخاص في متطلبات الوقاية من الحرائق في المراكز والمحلات التجارية مع اشتداد موجة الحرارة في فصل الصيف وارتفاع نسبة الحرارة خلال هذا الفصل أكد شاذلي أهمية مراعة الوضع الذي يمر به البلد في ظل شحة الإمكانيات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص مشددا على ضرورة رفع الوعي لدى التاجر وأصحاب المحلات والمراكز التجارية باقتناء أنظمة مكافحة الحريق وأدوات السلامة الأمنية لما من شأنه التقليل من الخسائر بالممتلكات والأرواح وخارج الاجتماع بجملة من التوصيات والمقترحات التي تسهم في تفعيل عمل العمل الوقائي للحد من مشاكل الحرائق قام الدكتور رشاد شائع وكيل المحافظة بزيارة انتفقدية للمجمع الصحي بمديرية خورمكسر أكان باستقباله الدكتور عبد الحكيم عمر التميمي مدير المجمع وخلال الزيارة اطلع الوكيل شائع على أقسام المجمع واستمع إلى شرح مفصل من الدكتور التميمي على ألية عمل المجمع وجهزية عمل الممرضين بالأجهزة المتوفرة لديهم من جانبه ثمن الدكتور رشاد شائع وكيل المحافظة لجهود المبذولة من العاملين بالمجمع من أطباء وممرضين وكذلك الموظفين بالمجمع على الجودة التي يقومون بها تجاه المرضى ونوها شائع إلى الأدوار التي لعبها الجانب الصحي خلال الفترة الماضية والتي وصفها بالجبارة خاصة فترة الحرب الظالمة وأكد شائع أن الجانب الصحي سوف يشهد تطويرا كبيرا في المستقبل القريب رافقه في الزيارة ناصر الجعدني مدير عام مديرية خورمكسر بحث وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثير مع وكيل وزارة الإعلام لشؤون الفنية والإدارية عبد الباصط القاعد قضايا الأجهزة الإعلامية الحكومية بالوادي وتناول اللقاء بحضور وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميم همومة وتطلعات الأجهزة الإعلامية في استمرار تقديم خطاب إعلامي يعز التلاحم الوطني بين أفراد المجتمع ويواكب متطلبات المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وفي نفس السياق اطلع وكيل وزارة العلام عبد الباصط القاعد خلال زيارته لمكتب وكالة الأنباء اليمنية سبأ بسيئون وإدارة التصوير الإخباري بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بوادي حضر موت على جهودها في رصد الأخبار الرسمية والشعبية وعكسها في وسائل العلام المختلفة مستمعا من مدير عام مكتب الوكالة بسيئون عبد الباصط باصوطين ومدير إدارة التصوير خليل باحشوان إلى الصعوبات التي تواجه المكتب من نقص المحريرين والمعدات اللازمة التي تيسر عمل المكتبين خلال المرحلة الراهنة دشن وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء صامح بريش الكثير لامتحانات النهائية للعام الجامعي 2017-2018 بكليتي التربية والبنات بسيئون بجامعة حضر موت واستمع وكيل المحافظة ومعه رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عشور الكثيري أثناء جولته ما في قاعات الامتحانات إلى شرح وافٍ من عميد كليات التربية بسيئون الدكتور عبد القادر باج جبير والقائم بأعمال عميد كليات البنات الدكتورة رجاء محمد مطلق بأن المتقدمين لامتحانات في كلية التربية يبلغ عددهم ألف وأربعمائة طالب وطالبة موزعين على خمسة برامج دراسية في البكالاريوس وأعرب الوكيل الكثيري عن تمنياته للطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح مثمنا للجهود الكبيرة التي تبدلها عمادة الكليتين في تهيئة الأجواء المناسبة مشيدا بحسن التنظيم والترتيب الجيد للقاعات الامتحانية رفق وكيل المحافظة عميد كلية المجتمع بسيئون أستاذ المساعد عبد القادر حسين الكاف دشنا بمديرية المعلة بالعاصمة الموقعة عدن دشنات حملة واسعة لإزالة أعمال الربط العشوائي للكهرباء على ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بهدف تخفيف الأحمال الزائدة وتلاف العكز القائم في الفاقد بمنظومة الكهرباء تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي دشنا بدير عام مديرية المعلة فهد المشبق ومعه المهندس سالم الوليد نائب مدير المنطقة الكهربائية الأولى حملت قطع الكهرباء على المخالفين في ربط الكهرباء بشكل عشوائي في مديرية المعلة ضمن برنامج المعالجات التي تتبنها قيادة المجلس المحلي بمديرية المعلة من الأخ القائم بعمال محافظة عدن الأستاذ أحمد سالمين تم نزولنا اليوم لقطع العشوائي الكهرباء الذي يسبب أكثر ضررا في انطفاءات الكهرباء بشكل مستمر وأيضا إلى إحراغ الكيبلات في المديرية وأيضا إلى إحراغ المحولات وطبعا عانينا الكثير من الانقطاعات هذه وعانينا أيضا من شراء الكيبلات وذلك بسبب العشوائي وكما ترون العشوائي بشكل غير طبيعي طبعا تعاوننا مع الأخوة المواطنون بدفع الرسوم كانت مبالغ كبيرة ولها 160 ألف وتم تنقيصها إلى 50 ألف بالتعاون من السلطة المحلية وإدارة الكهرباء وأنه ناشد الأخوة المواطنون بالذهاب إلى الكهرباء ودفع الرسوم حتى يتمكنوا الكهرباء من إدخال لهم العدادات والربط بطريقة رسمية وليس عشوائي هذه الحملة التي تستمر حتى تحقيق أهدافها تأتي بعدما شاهدته ممتلكات المواصل العامة للكهرباء من أضرار تسببت في قطع التيار الكهربائي لعدد من الأحياء السكنية بسبب الربط العشوائي الذي أتلف عدد من أعمدة الكهرباء نتوجه بالشكر القزير لفخامة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوزراء على توقيهاتهم بشأن تنفيذ الحملة بإزالة العشوائي مما يتسبب في مخاطر كبيرة على الموظفين وعلى الشبكة وقد تم تنفيذ الحملة يومنا هذا يوم الاثنين الموافع 25-6-2018 وقمنا بالشكل المرحلة الأولى في مديرة المعلة في حي الداهوفة قامت المؤسسة بعمل التسهيلات الكبيرة للأحياء العشوائية بالتسهيل إقراءات دفع تركيب عدادات لكن للأسف الشديد لم يستوعب المواطنين ولم يأتوا لدفع الرسوم الحملة مستمرة وإلى الآن نجاحها مستمر إن شاء الله ونرجو من الأخوة المواطنين المساعدتنا في هذه الظاهرة التي تفشت في محافظة عدن بالربط العشوائي بما تسبب إلى حراق بعض العمدة الكهربائية وبعض المشاكل التي تسبب لنا انطفاءات والعجزة الحاصلة في المحافظة على صعيد المتصل ترأس فهد المشبق مدير عام مديرية المعلى اجتماعا ضم المهندس ياسين عبدالكريم مدير المنطقة الأولى وقيادة ومدراء دارة كهرباء المنطقة الأولى كرس الاجتماع لمناقشة تداعيات عملية القط واتخذ الاجتماع لجراءات اللازمة كما شكر لجنة فنية لاستلام ملفات المواطنين وسرعة استكمال لجراءات ادخال العدادات لمنازلهم بطريقة قانونية وفي سياق متصل نفذ مدير عام مديرية المعلى فهد المشبق نزولا ميدانيا لعددنا الاحياء والشوارع في المديرية للاشراف على اعمال النظافة التي تنفذها المديرية في اطار الحملة المتواصلة لرفع المخلفات التي تتزامن مع تنفيذ عددنا المشاريع التنموية في عدد من الطرقات والشوارع الرئيسية في المديرية لقناة عدن الفضائية والباح الشليل عدن وفي مديرية المنصورة نفذ مدير عام المنصورة محمد عمر البري نزولا لعدد من الاحياء السكنية والطرقات ضمن برنامج جهود المديرية بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاشراف على اعمال شفط مياه الصرف الصحي في عدد من الاحياء جدولا زمنيا لانهاء معاناة سكان حي بلوك 25 في مديرية المنصورة في اطار الاتفاق الذي تم بين قيادة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والمجلس المحلي بمديرية المنصورة تقضي بموجبه استكمال مشاريع الصرف الصحي بالمديرية ضمن جهود مدير عام مديرية المنصورة لاستكمال هذه المشاريع وترجمة لهذا الاتفاق نفذ مدير عام مديرية المنصورة محمد عمر البري نزولا ميدانيا لعدد من الاحياء للاشراف على اعمال شفط مياه الصرف الصحي في حي بلوك 25 وودي حداد والاشراف على اعمال مشروع شبكة مياه الصرف الصحي في عدد من الاحياء في مديرية المنصورة تم النزول لتفقد عدد من المشاريع منها مشروع عدد تأهيل بلوك 25 للصرف الصحي وحل الإشكالية القائمة كانت بين المقاول والصندوق وكذلك إدارة الصرف الصحي وتم الحمد لله حل هذه الإشكالية وإنجاز معظم الأعمال وتوقف تشرب المياه كما تم النزول لودي حداد لفتح الانسدادات والتأكد منها وكذا تصريف المياه والتأكيد على فرقة في إنهاء معاناة المواطنين من الفيضانات لميات المجاري وتم الاتفاق مع الإدارة العامة للمؤسسة المحلية للمياه الصرف الصحي على نقل الخط الرئيسي من تحت المباني العشوائية التي تم بناها قبل فترة زمنية كبيرة إلى الخط الرئيسي ستتحمل المؤسسة الأنابيب والبوخلين للحفر وستتحمل السلطة المحلية في المديرية تكلفة المشروع للبناء والتركيب والإسمنت والحديد وكل المترتمات المتبقية حتى ننهي معاناة المواطنين لم يقتصر هذا النزول على مشاريع الصرف الصحي فقط بل كانت مشاريع الطرقات التي تنفذها المؤسسة العامة للطرق والجسور بتمويل من المجلس المحلي في إطار ما تشهده مديرية المنصورة من أعمال تنموية لإعادة تأهيل البناء التحتية كما تم النزول للتفقد عمل المؤسسة المحلية للطرقات والجسور في إنجاز الاتفاقية بين السلطة المحلية في المديرية والمؤسسة في ترقيع الأسفلت الموجود عند الكونكورد وبقية المناطق التي تحتاج إلى ترقيع نزولنا هو اليوم للتأكد من أن المشاريع تسير بشكل ممتاز الحمد لله كما تشاهدون العمل المستمر ونتمنى أن ينجز خلال الفترة المحددة جهود كبيرة تبذلها قيادة المجلس المحلي بمديرية المنصورة ممثلة برئيسها للساد محمد عمر البري ضمن سلسلة مشاريع تركزت في مجملها على مشاريع شبكات الصرف الصحي وكذا تأهيل وصيانة عدد من الطرقات لقناة عدن الفضائية وضع شليل عدن دشتنا القائم بأعمال مدير عام صندوق النظافة والتحسين نبيل غانم حملة النظافة الشاملة بساحل أبيان ضمن حملات النظافة التي ينفذها الصندوق باستمرار لرفع كميات القمامة المتزايدة لسيما عقب إجازة عيد الفطر المبارك وبشكل دائم وقال نبيل غانم إن حملة النظافة تتركز في تنظيف ساحل أبيان بعد إجازة عيد الفطر المبارك ورفع المخلفات والقمامة من الساحل وكذا تجديب وقص الأشجار والاعتناء بها وأضاف أن أعمال الحملة ستشمل أيضا جزيرة العمال وحديقة النصر وريمي وغيرها من المتنفسات مشيرا لأهمية دور عمال النظافة في الحفاظ على نظافة وجمال مدينة عدن كونها العاصمة المؤقتة للوطن وتحظى باهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصرهادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الذين نعول عليهم إلى صندوق النظافة مزيدا من الاهتمام لا سيما بسرعة توفير سيارات لنقل القمامة بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة في الختام نعود ونذكر بالعناوي رئيس الجمهورية يهنئ نظيره التركي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية نائب رئيس الجمهورية يطلع على جهود البناء والتنمية في محافظة الجوف ويطلع على أوضاع المنطقة العسكرية الثالثة موسيقى قوات الجيش الوطني تتقدم باتجاه قلب مدينة الحديدة وتواصل تأمين المواقع المحررة في رازح بصعدة ختام النشر لكم مجمل التحايا وأطيب المنام من طاقم العمل جميعا دمتم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى